لم أرى بناء يذكر خلفته أو تركته الدولة العثمانية في العراق وهذا بخلاف البناء الموجود في تركيا الآن أي منطقة أنت تذهب إليها في تركيا في المدن التركية القديمة تجد بناء ومؤسسات ومراكز ومساجد ومدارس كل شيء موجود وإسطنبول أعتقد خير مثال يعني تزهو بجوامعها ومساجدها وكل ما يتمناه الموجود في تركيا وفي إسطنبول تحديدا أما في مدننا في العراق أشبه بالخربة لا يوجد أثر وإن كان هناك أثر من بناء فهو يعود مثلا إلى أيام الدولة العباسية